تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي لأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق خطة تطوير لدور العبادة في كافة محافظات مملكة البحرين قامت إدارة الأوقاف السنية بتوقيع مذكرات تفاهم بين الإدارة والمحسنين الكرام لبناء جامع وثلاثة مساجد بمدينة سلمان وذلك ضمن سلسلة الإنجازات التي تفخر بها مملكة البحرين في مشاريع البناء والتعمير والتطوير والتي أطلقها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من خلال الاهتمام والتوجيه المستمرين لتشييد وبناء الجوامع والمساجد في كافة محافظات مملكة البحرين ليتمكن كافة المواطنين والمقيمين من أداء عبادتهم بيسر وسهولة واستجابة وتنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله طبعاً نحن السعداء بوجودنا اليوم تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليل عهد الأمين رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه هذا يعطي فكرة وايد مهمة يظهر التكافل والتجمع اللي يصير بين جميع فئات شعب شعب مملكة البحرين وهذه يمثل أحد سمات المجتبع البحريني اللي الدين الإسلامي يحثنا على الاهتمام فيها طبعاً نجحنا بفضل هذه التوجيهات والتواصل مع الأشخاص المحسنين اللي قاموا بالتبرع لبناء هذه المساجد البحرين معروفة يسمونها في الخليج بلد المساجد واللي عمرون المساجد عندنا بالصلاة ما شاء الله يعني مثلاً احنا عندنا في المنطقة اللي أنا حالياً ساكن فيها بانيين مسجد فتغير شكل المكان وترابط الأسر والناس بسبب المسجد المسجد هو المركز لكل حي يلتقي فيه عباد الله والسكان وأيضاً يكمن جميل هذا العمل أن نحن نخدم بلدنا أخي نادي الشتر حبت تبرع بالمسجد لصالح المدينة الشمالية الجديدة خاصة طويل عمر شيخ سلمان بن الحمد ولي العهد وهو اللي أقام هذه المدينة الصرح الكبير للبحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر